وعلى مستوى السوق السعودية فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولات اليوم على انخفاض بنسبة 1.49% عند مستوى 10496 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات ريال فاصل 293 مليون وجاء سهم شركة ثمار التنمية القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً نسبة 9.96% يغلق عند 16.12 ريال فاصل 12 للاسهم شركة الأعمال التطورية الغذائية بنسبة 3.91% يغلق عند 101.1 ريال كما ارتفع سهم شركة الإنماء توكيو مارين بنسبة 3.65% عند 13 ريال بينما تصدر سهم شركة مجموعة كبلة الرياض قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً نسبة 7.10% عند 68 ريال